نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة حضر الفعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصية العامة وقدام أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية وبحرية وجوية وأقمار صناعية والتي نفذت خلال فترة من الثالث إلى الثامن من سبتمبر 2022 وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولية السادس للطلبة من مرحلة البكريليوس الذي عقد في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر 2022 بدأت الفعليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمصابقات العلمية من مختلف الدول والجهات معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مصابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها وتم أعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية وألقى اللواء مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مشيرا إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسة البحثية موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية